كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آن مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في نوفمبر 2015 قصيدة بعنوان يوم الشهد أبيات هذه القصيدة شهاب القصيدة يعني تطول لتسطر تضحيات شهدائنا الأبرار لأن الشعر هو الطريقة الأنسب لتصوير ملاحم الشهداء وترسيخ معانيها وهذه اللي نحن بنتحدث عنه مع ضيفنا في الستوديو الشاعر عبدالله المهري مساك الله بالخير ياهلا مرحبا مساك الله بالنور أستاذ عبير وكذلك مساك على أخوي شهاب وعلى جميع أسر الشهداء في هذا اليوم العظيم صراحة حياك الله وأشكركم على حسن الاستضافة يعني شو تقول في هذه المناسبة الاستثنائية؟ والله هذه المناسبة حقيقة تستحق أن الواحد يكتب فيها وكوني أحد شعراء الوطن أكيد هذا الحدث ما بيفوتني وكتبت أبيات عن الشهيد أحب أني أسمعكم إياها نسمعهم منك أخوي لكن حدثنا في مستهل حديثنا اليوم عن الشهداء وتضحياتهم أنت كشاعر كيف تستلهم من هذه التضحيات الكبيرة ومن هذه البسالة والشجاعة والشرف والعزة أكيد اللي يمثلوها وقدموها لنا في أبياتك كيف تأخذ منهم هذا الإلهام؟ والله يا أخوي شهاب مثل هذا اليوم وهذه التضحية اللي يقدموها شهداءنا البواسل في أرض الميدان وفي نصرة المظلوم حقيقة الواحد يعتز أنه يكون شهيد في الحق وكذلك في رد الأذى عن المسلمين وعن العرب وعن المنطقة وطبعا أنا كشاعر ألامس هذا الشيء بفخر واعتزاز وأنه طال عمرك القريحة لازم بتشتغل في الشهداء صحيح ما بنعطيها رخصة اليوم صدقتا نسمع منك القصيدة في هذا اليوم استثناء يقول والله بأنه في قلبنا حي ما مات عاش الشهيد ورايته مرفوعة عز لداره وفي المعارك بطولات ثابت على الواجب ونادر نوعه كفو الفعول وفي وقوفه دلالات ما يلتفت لكفو الفعول وفي وقوفه دلالات حب الوطن في خافقه مزروعة كفو الفعول وفي وقوفه دلالات حب الوطن في خافقه مزروعة ما يلتفت للموت شبل الإمارات ومنها العداء قلوبها مفجوعة هذا شهيد الدار رد المسرات رد الخبر طيب وسر أربوعة منها شيوخ في الوغى والمهمات تقدم بفعله وهذه طبوعة فخر لداره وتفت خربه زعامات وكم من مواطن بندقه مفروعة في ساحة الميدان سوت علامات صوت البنادق مفككات الصوعة يا حي طاريها وحي الإمارات يوم الندى أصواتنا مسموعة والله بأنه فقلبنا حي ما مات عاش الشهيد ورايته مرفوعة صح لسانك صح لسانك أكيد عاش الشهيد ورايته مرفوعة خوي عبد الله كشاعر كيف تشوف اليوم إسهام الشعر في تعزيز هذه المعاني في قيم وخلنا نقول مبادئ في أعقل وقلب كل من يسمعها سواء كانوا شباب أو كبار في السن طال عمرك مثل هذه المواقف وهذه الملاحم الأدباء في ماضي التاريخ وماضي العصور كانوا يدونون هذه الوقائع التي تحصل سواء في المنطقة العربية بالذات الأدباء العرب والمؤرخين والشعراء كانوا يكرسون إبداعهم في نقل الصورة للمستمع فكان الشعر النبطي رسالة بين مختلف المجتمع بأنه يلامس هذا الحدث الذي حصل والذي صار نعم فنحن كشعراء أي حدث يهمنا ويهم مجتمعنا بتجدنا نتسابق عليه وننقل الصورة الطيبة عنه ونحاول أنها توصل إلى المتلقي بسلاسة وبجمال وتعتبر رسالة أدبية للمجتمع وخاصة في يوم الشهيد طبعا الكثير من الشعراء مثل ما ذكرت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره هو السباق وهو اللي يعني مثل ما تقولنا براس الشعر عندنا ونحن من عقبة وكذلك الشعراء الإماراتيين والشعراء الخليج والعرب يكتبون فيه هذه المناسبات ويستلهمون أيضا من هذه الأحداث مفرداتهم وصياغتهم للتعبير الجميل عن هذه المناسبة لو نسمع من القصيدة يعني حول هذه القيم النبيلة أبشري أبشري أنا أعطيكم قصيدة عن هذه القيم يقول وردنا تندو فخر برجالها وعاش أبو خالد قايدنا الهمام الزعيم الفخر زيّن حالها ونايبة محمد بوراشد حزام والثقركان المعالي بجالها وانتشى الدار المعزة والكرام وانتشى شعب كريم قبالها ترقص العذرة في دار غرام ويرقص مخور مع خلخالها والجنود البواسل في الأمام هم زحول المعركة ورجالها وثق التاريخ أفعال العظام والزمن يشهد عظيم أفعالها صح حزانك صح أبدانكم نشكرك شعر عبدالله المهري على هذه الأبيات كل الشكر لك على وجودك ويانا ومشاركتك في هذه الحلقة الاستثنائية الله يطول عمرك والله أني فخور وسعيد أني أكون متواجد عندكم اليوم